بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله ده شكل المصفحة كما وصلتني المصفحة التحتية للسيارة اللي بتعمل حماية لأجزاء السيارة من تحت والمصفحة دي بلاستيك بلاستيك مقاومة وده الديزاين بتاعها للأسف سعر المصفحة دي عالي سعرها حوالي 2000 جنيه ولذلك فالبلان اللي احنا بفكرنا فيه ان احنا هنعمل المصفحة هنفصلها تفصيل هنعمل لها فورما وان شاء الله ننجح في ان احنا نعملها تفصيل من الصاج نقرب عليها كده ونشوف ادق التفاصيل بتاعتها في هنا فتحة مكتوب عليها اويل فلتر فتحة عشان اقدر افك منها الفلتر وهنا فتحة تانية مكتوب عليها اويل فلتر وهنا فتحة تالتة مكتوب عليها اويل فلتر هنعمل الفتحات دي فتحات طب هما ليه تلت فتحات على ما يبدو انها مصفحة ستاندرد بتشتغل لكل السيارات نيسان سنترا على اختلاف المواتير اللي موجودة ووضع لان نيسان سنترا فيها تلتة انواع من المواتير المفروض ان واحدة من دول بس هي اللي هتبقى شغالة معانا وهيبان الكلام ده اثناء تركبها ان شاء الله في فتحة هنا بقى مختلفة الشكل او جراب هنا مختلف الشكل مكتوب عليها اويل درين فالف دي الفتحة اللي هي بتودي الى الصمولة تغير زيت المطور هنعمل فتحة في هذا المكان اكيد وفي هنا فتحتين تهوية لان الشكل بتاع المصفحة جاي شفة بلاستيك مطبعة وبعدين واخدها بمبيع عالي شوية يعني فيها تقعيرة هنا يعني مفروض انها ما بتبقاش لمسة العربية من تحت بيبقى في فراغ ما بينها وبين العربية الفراغ ده بتستخدم الفتحتين دول للتهوية الفراغ ده اتجاه الهوى بيجي كده دي المصفحة من من الامام بفضل الله تم عمل فورمة المصفحة تمهيدا لان احنا نعملها صاج ان شاء الله لو في حد يقدر يساعدنا ويعرف مكان كويس يقدر يعمل لنا المصفحة دي من الصاج ان شاء الله عوزين نعملها صاج ومجالفن عشان ما يبقاش معرض للصدق عملناها بكل التفاصيل الفورمة الخارجية والداخلية واماكن فتحات التهوية والاماكن التلاتة اللي احنا قلناهم لفلترز والفتحات اللي هي بتاعة التسبيت على حواف المصفحة هذه الفتحات حاطن لها اماكنها وان شاء الله نتوصل لحد يكون كويس يقدر يعملها لنا من الصاج المجالفن بتكلفة ان شاء الله تكون اقل بكثير من سعر المصفحة البلاستيك الجهازة لا تنسوا من دعم القناة باللايك والشير في كل مكان اتبهوا تعليقاتكم واستفساراتكم تحت الفيديو ولو في حد يقدر يساعدنا بمكان ينفذ لنا عمل هذه المصفحة من الصاج المجالفن ياريت يتوصل معايا بالتليفون او الواتس والنسبة لناس اللي مشتركتش في القناة ياريت يشتركوا في القناة عن طريق الضغط على سبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصلوا من كل جديد من فيديوهاتنا في حين اصداروا ودمتم في امان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر